اهلا بكم هل جربتم الحب وما هو الحب وهل يعيش الكتاب والمؤلفون تجربة الحب كما يعيشه باقي الناس وكيف ينظر الكتاب والمؤلفون للحب وأيام الغرام وأيام اللوعه شيكسبير الكاتب الكبير والمصرحي بمصرحيته المتعددة ينظر للحب بهذه الطريقة يقول أن الحب أعمى والمحبون لا يرون الحماقة التي يقترفونها ويضيف أن ساعات الحب لها أجنحة بينما تتحول إلى مخالبة عند الفراق وأن المرأة تحب أولا بعينها ثم بقلبها ثم بعقلها ثالثا لكن فنع في نظره أن أتعسى الحب أنه لا يقبل أن يقاس وأن حب النفس ليس أقل ذنبا من إهمالها ويختتم أن المحب أعمى ولا ينظروا ماذا يفعل أنتم كيف عشتم تجربة الحب إلى نقاءة متجددة بحول الله كان معكم عبد الله لا تنسوا دعمنا في القناة قبل أن تخرجوا لا تنسوا تابنوا في لشين يوتيوب ونشاهدوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي ولا تنسوا أن تقوموا للمشاهدة شكرا